ترأس صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر الإقضبية صباح اليوم وعقب الجلسة أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي بمناسبة اليوم العالمي لديمقراطية فقد أشاد مجلس الوزراء بما تحقق في المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين من منجزات متعددة تعاظمت في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة وترسخت عبر التعاون للبناء والمثمر القائم بين المؤسسات الدستورية وكرسها ما كف له دستور مملكة البحرين من حرية تعبير وصون الحقوق واحترامها مؤكدا المجلس حرص الحكومة على صون قيم الحرية واحترام حقوق الإنسان باعتبارها مرتكزات للديمقراطية وداعمة لممارساتها وبدعوة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أطلع سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء المجلس على نتائج زيارته لدولة الكويت الشقيقة التي نقل خلالها رسالة من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى إلى أخي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وفي هذا الصدد فقد أشهد مجلس الوزراء بالعلاقات الأخوية المتميزة بين مملكة البحرين ودولة الكويت وبالمستوى المتطور الذي وصل إليه التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات بعدها رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اسم آيات التهاني والتبركات إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني الثامن وثمانين سائلا المولى عز وجل بأن يديم على المملكة الشقيقة أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده مشهيدا سموه بما حققته المملكة العربية السعودية من نهضة ونماء وبتعاظم ثقلها سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا إقليميا ودوليا بسبب السياسات الناجحة لخادم الحرمين الشريفين وفي سياق ذي صلاف قد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمساعي المخلصة لخادم الحرمين الشريفين التي أسهمت في إبرام اتفاقية جدة للسلام بين أثيوبيا وأرتيريا ما يؤكد المكانة السعودية العالمية في حفظ الأمن والاستقرار ويجسد مكانة قيادة المملكة العربية السعودية كرعاة سلام من عالميين بعد ذلك كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالمحافظة على النظافة العامة وتعزيزها في الشوارع والطرقات التي تقام فيها الفعاليات الدينية خلال موسم عشراء وأثنى سموه على التعاون الذي تبديه هيئة المواكب الحسينية في هذا الصدد وفي تفعيل الشراكة المجتمعية بعدها نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي أولا وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بشأن التشغيل والمساهمة المالية في المركز الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لللجنة للأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وغرفة البحرين لتسوية المنازعات والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الشؤون القانونية لقسم القانون التجاري الدولي وتفوض وزير العدل والشؤون الإسلامية بالتوقيع نيابة عن مملكة البحرين وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية التي عرضها سعادة وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة المذكورة ثانيا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يصدر عن سعادة وزير المواصلات والاتصالات ينظم تسجيل واستعمال أسماء النطاق رابط الموقع الإلكتروني وامتداداته حتى المستويين الثاني والثالث الدومين الذي يتم تسجيله في إطار اسم نطاق مملكة البحرين والمعروف عالميا بدوت بي اتش ويعطي مشروع القرار لهيئة تنظيم الاتصالات الصلاحية تحت إشراف الوزير المعنية لتقوم بعملية تسجيل اسم النطاق لمملكة البحرين عبر اعتماد مسجلين معتمدين وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية ثالثا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يصدر عن سعادة وزير المواصلات والاتصالات يعدل أحكام لائحة ترخيص أنشطة النقل العام الصادر بالقرار رقم 11 لسنة 2015 ويضيف التعديل ترخيصا جديدا لأنشطة النقل العام وهو ترخيص نشاط تأجير السيارات الفخمة أو الفاخرة بسائق اللوميزين وفق الرسوم المبينة في مشروع القرار وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية رابعا تابع مجلس الوزراء سير العمل في تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة في إدارة المخلفات والتي وافق عليها مجلس الوزراء في شهر فبراير الماضي وذلك من خلال متابعة المجلس للمبادرات التي تنفذ هذه الاستراتيجية عبر ثمانية مشاريع يتم بموجبها معالجة كل فئة من فئة المخلفات على حدة سواء المنزلية أو الزراعية أو مخلفات البناء أو المصانع وفقا للممارسات العالمية المتبعة ومن بين هذه المشاريع مشروع عادة تدوير مخلفات الهدم والبناء عن طريق سحقها وفصلها وستنتهي المرحلة الأولى منه في أكتوبر المقبل الثاني مشروع عادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة حيث سيتم تقييم النتائج الأولي للمشروع في نهاية شهر أكتوبر المقبل قبل طرحه أمام القطاع الخاص والثالث هو مشروع عادة تدوير المخلفات المنزلية والتجارية حسب تصنيف المواد حيث يجري تطبيق نموذج للمشروع في أحد المناطق حاليا تمهيدا لتعميمه في مرحلة لاحقة والرابع مشروع عادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة حيث جاري تنفيذ دراسة متخصصة لاختراح أفضل السبول لتحويل المخلفات إلى طاقة أما المشروع الخامس فهو مشروع عادة تدوير الإطارات عن طريق تقطيع وعادة استعمال المواد الأساسية والسادس مشروع إدارة وتشغيل مدفن المخلفات من قبل القطاع الخاص والسابع مشروع تطوير وتحديث استراتيجية إدارة المخلفات أما الثامن فهو مشروع إنشاء وتشغيل مركز لإدارة عمليات التحكم في المخلفات وفي ضوء العرض الذي قدمه كل من معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للأعمار والبنية التحتية وأسعادة وزير الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني فقد كلف مجلس الوزراء بتقديم جدول زمني لتنفيذ المشاريع أعلى وفق كل مرحلة منها ووجه وزارة الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني بذلك بعدها تابع مجلس الوزراء تطورات راهنة إقليميا ودوليا في ضوء التقارير الوزارية وفي هذا الصدد فقد رحب المجلس بقرار مجلس جامعة الدول العربية بدعم مملكة البحرين في جميع ما تتخذه من إجراءات وخطوات لمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية للحفاظ على أمنها واستقرارها وذلك في ضوء التقارير المرفوع من معالي وزير الخارجية بشأن اجتماعات الدور الدور الخمسين بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري كما أخذ مجلس الوزراء علما بنتائج اجتماعات اللجنة البحرينية العمانية المشتركة في دورتها السادسة والتي عقدت في مدينة صلالة بسلطنة عمان مؤخرا وبما تم الاتفاق عليه بين الجانبين لتعزيز التعاون الثنائي بينهما في المجالات المختلفة إلى ذلك فقد أخذ مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قامت بها بتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سعادة وزيرة الصحة إلى مملكة تايلند الصديقة لحضور حفل افتتاح مركز خليفة بن سلمان للمعلومات في جامعة الأمير سينجيكولا التايلندية فيما أخذ المجلس علما كذلك من خلال تقرير سعادة وزيرة الصحة بنتائج الاجتماع الوزاري بشأن التغطية الصحية الشاملة الذي عقد في مسقط مؤخرا ترجمة نانسي قنقر